صباح الخير مصر الحقيقة اللي لازم نقول ان دي اكبر تحية ممكن نوجهها لهم زي ما قالت دينا سميرة ابراهيم ما سكتتش عن حقها واصرت ان هي تستمر برغم التهديدات وبرغم كل الحاجات اللي كانت ممكن تخاوف اي حد ان هو ما يكملش بحاجة زي كده وما يقفش ضد ناس معينة ولكنها كملت لحد ما قدت انها تاخد حكم من مجلس العسكري من مجلس الدولة من القضاء الاداري ببطلان كشوف العذرية من اي يعني اقول ايه من اي شخص من اي شخص اللي انها طبعا في انتهاك لحرية المرأة بالزبط كده انا كمان نقول النهاردة في يوم حافل لان مرة تانية بيرجع رئيس المخلوق مرة تانية للمحاكمة فهنشوف النهاردة ايه اللي حيحصل له زي ما قلنا هو يوم اليوم بالاحداث خلينا نقول لكم النهاردة ان احنا معنا فقرات كتيرة جدا في نهارك سعيد عندنا النهاردة فقرة وهي مبادرة اسمها مبادرة انضم اللينا وهيكون معنا فيها المستشار ياسر حماية والمستشار الاعلامة عشان يكلمنا اكتر عن مبادرة انضم اللينا واكيد هي مبادرة بازلتب او مبادرة ايجابية اكيد من المراكز الثقافية المهمة جدا اللي كانت في مصر في سنين طويلة وقدت انها تأثر في الحياة الثقافية المصرية على مدى السنوات كان مركز ومسرح الهناجر للفنون بارض الجزيرة بمركز الاوبرا او دار الاوبرا المصرية المسرح او المركز كان مقفول بقاله اربع سنين للتجديدات اللي هي طولت شويتين وهو طول عمره طبعا كان بادارة ورئاسة الدكتورة هدى وصفي واللي هتكون معانا النهاردة لعشان تكلمنا على اعادة افتتاح مركز الهناجر للفنون وما يمثله من اهمية ثقافية احنا محتاجينها جدا في الوقت اللي احنا فيه لا ومحتاجينها كمان ان هي تنتشر اكتر في مصر يعني لانها تجربة كويسة جدا لو اي حد عايز يشبع رغبته الفنية انه يبقى عنده مركز اي مركز الهناجر بالزبط خلنا كمان نقول انه يبقى فيه فقرة دايما وهي حديث الاربعاء هتكون موجودة معاك وعايدة بس ايا جاية كمان شوائيا هيكون معانا كاتب الصحفي محمد السيد صالح وهو مدير تحرير المصر اليوم وكمان استاذ فريد زهران عضو الهيئة العليا بالحزب المصر الديمقراطي الاجتماعي وبيكون معانا دايما استعراض لاهم احداث الاسبوع سواء على مستوى مصر او على مستوى الوطن العربي اجيد معانا نهارد فقرات كتيرة جدا يعني انت ابتدى على طول حنروح مع الصحافة والاستاذ محمد طرعة الهواري من المصر اليوم ولكن بعد الفاصل خليكم معانا ونهاركم سعيد